جوهر السقلي ابو الحسين جوهر بن عبد الله ويعرف ايضا باسم جوهر الرومي وكان اهم واشهر قائد في التاريخ الفاطمي فهو مؤسس مدينة القاهرة الفاطمية وبان الجامع الازهر وهو من اقام سلطن الفاطميين في الشرق وهو فاتح بلاد المغرب ومصر وفلسطين والشام والحجاز وينسب جوهر السقلي للشيعة والمعروف ان الفاطميين ينسبون الى الشيعة ارسل المعز لدين الله قائد جيشه جوهر السقلي للاستيلاء على مصر من العباسيين فدخلها واسس مدينة القاهرة الفاطمية كما امر جوهر ببناء الجامع الازهر وببناء قصر كبير للمعز لدين الله ولد جوهر في جزيرة سقلية الواقعة في البحر المتوسط حوالي 316 هجرية ونسب اليها وكانت سقلية في تلك الفترة امارة فاطمية جلب صغيرا الى المهدية ايام حكم المنصور بالله الفاطمي وتربى تربية عسكرية وانتظم في سلك الجيش وترقض فيه حتى اصبح بعد ذلك قائد القوات الفاطمية في عهد المعز لدين الله وسرعان ما اثبت جوهر كفاءته بان ضم مصر التي كانت تحت حكم الاخشيديين وسلطان العباسيين الى سلطن الفاطميين ولما استقر جوهر بمصر انشأ مدينة القاهرة عام 969 بامر من الخليفة المعز لدين الله بهدف جعلها عاصمة للدولة الفاطمية كما امر ببناء الجامع الازهر ليكون مركزا علميا ودينيا عالميا ثم سير عسكرا الى دمشق وغزاها فملكها ووصلت البشارة الى مولاه المعز باخذ البلاد وهو في افريقية في نصف شهر رمضان المعظم ويدعوه الى المسير اليه ففرح فرحا شديدا حكم جوهر السقلي مصر اربع سنوات نيابة عن الخليفة الفاطمي وفي عام فلاثمائة وثمانية واربعون هجرية ارسل المعز جيشا بقيادة جوهر السقلي الى المغرب الاقصى بعد ان نقضوا البيعة واظهروا ولائهم لامير الاندلس الاموي فاحتلت الجيوش الفاطمية مدن تهرت وفاسة وسج الماس والقي القبض على العمال الامويين في سائر بلاد المغرب وتقدموا في البلاد حتى وصلوا الى سواحل المحيط الاطلسي ولم يرجع القائد جوهر السقلي الى مولاه الا بعد ان استأصل جميع الفتن في البلاد ثم عاد جوهر غانما مظفرا وبعد وصول المعز الى القاهرة لم يعهد اليه بمهمة جديدة حتى ظهور خطر القرامطة بلاد الشام فاستعان المعز لدين الله سنة 364 هجرية لقتالهم حاول الفاطميون فتح مصر ثلاث مرات سابقة حتى تولي الخلافة الفاطمية في بلاد المغرب الخليفة المعز لدين الله الفاطمي الذي عزم ان يفتح مصر فجهز جيشا عظيما وصل عدده الى مئة الف جنبي وولي على قيادته جوهر السقلي وخرج الامام المعز لدين الله الفاطمي بنفسه لتوديع القائد جوهر السقلي واقام اياما في معسكره وكان يجتمع الى جوهر كل يوم وخرج اليه يوما فقام جوهر بين يديه وقد اجتمع الجيش فخاطب الدعاة الذين سيرهم مع جوهر فقال لو خرج جوهر هذا وحده لفتح مصر من غير حرب ثم استعرض الجيش وودع القواد والامراء زود المعز جيشه بالاموال الوفيرة وما يلزمه في مرحلة السفر كما دعم الجيش البري عدد من السفن البحرية لترسو على ميناء الاسكندرية وخرجت الحملة في 14 ربيع الثاني سنة 358 هجرية من مدينة القيروان بقيادة جوهر السقلي ودخل الاسكندرية فسلمها اهلها بدون قتال ولما علم اهل الفستطة بقدوم الفاطميين اختاروا واحدا من كدار العلويين بمصر هو ابو جعفر مسلما على رأس وفد ليفاوض القائد الفاتح ويطلب الصلح والامام فالتقى الوفد به عند قرية اتروحة على مقربة من الاسكندرية فيه 18 من رجب ثلاث 158 هجرية فاجاب جوهر طالب الوفد وكتب عهدا تعهد فيه بان يطلق للمصريين حرية العقيدة على اختلاف دئانهم ومذاهبهم وان ينشر العدل والطمأنينة في النفوس وان يقوم بما تحتاجه البلاد من ضروب الاصلاح غير ان انصار الافشيديين رفضوا عهد الامان وعزموا على القتال الا انهم لم يثبتوا في المعركة التي دارت بينهم وبين جوهر في الجيزة فيه 16 من شعب ثلاث 158 هجرية واضطر اهالي الفستاطة الى تجديد طلب الامان من جوهر بعد هزيمة الاخشيديين فقبل جوهر السقل لالتماسهم واذاع على الجند بيانا حرم فيه ان يقوموا باعمال العنف والنهب فهدأت النفوس واطمأن الناس وعاد الامن الى نصابه وفي اليوم التالي دخل جوهر عاصمة البلاد ايذانا ببدء مرحلة جديدة في تاريخ مصر والشام وما كاد يستقر الامر لجوهر السقلي حتى بدأ في انشاء عاصمة جديدة لدولته الفتية ووضع اساسا لها في الشمال الشرقي للفستاط فبنى صورا خارجيا من الطوب اللبني يحيط بمساحة تبلغ 340 فدانا جعل 70 منها للقصر الكبير مقر الحكم والسلطان و35 فدانا للبستان ومثلها للميادين وتوزعت المساحة المتبقية وقدرها مائة فدان على القبائل الشيعية والفرقة العسكرية حيث اختارت كل منها مكانا خاصا بها عرفت به مثل زويلة وكان ذلك نواتا لعاصمة الدولة الفاطمية في المشرق التي سميت في بادئ الامر بالمنصورية ثم عرفت بعد ذلك بالقاهرة ثم شرع السقلي في نشر المذهب الشيعي في مصر فالغى الخطبة للخليفة العباسي والغى لباس السواد شعار العباسيين وكان هذا اذانا بترك المذهب السني في مصر وتأكيدا لهذا قام جوهر بانشاء الجامع الازهر الذي بدأ العمل فيه في 24 من جماد الاولى 359 هجرية وسعى جوهر لدعم الفاطميين في مصر وتثبيت نفوذهم مستعينا بسياسة هادئة فعمل على تمكينهم من الجهاز الاداري والسيطرة على الوظائف الكبيرة في الدولة فلم يدع عملا الا جعل فيه مغربيا وفي الوقت نفسه بدأ في اتخاذ عدة اصلاحات لمعالجة الازمة الاقتصادية التي كانت تمر بها البلاد وتخفيف حدة المجاعة التي اصابتها بسبب نقص الحبوب وامده المعز دينا له بالسفن المحملة بالغلال ووضع نظاما دقيقا لجمع الضرائب يقوم على العدل والانصاف وافمرت هذه السياسة عن استقرار واضح للفاطميين في البلاد ثم تطلع جوهر الى تأمين حدود مصر الشمالية بعد ان اطمأن الى جبهته الداخلية المتماسكة فنجح في ضم الشام بعد جهود مضمية وكانت السيطرة على الشام تمثل هدفا استراتيجيا لكل نظام يتولى الحكم في مصر كما نجح في رد غارات القرامطة الذين حاولوا الاستيلاء على القاهرة والحق بهم هزيمة ساحقة سنة ثلاثمائة وواحد وستين هجرية ولما رأى جوهر السقل لان الوقت قد حان لحضور المعز لدين الله لتولي الامور في مصر كتبا اليه يدعوه الى الحضور فخرج المعز من المنصورية عاصمته في بلاد المغرب وكانت تتصل بالقيروان فوصل القاهرة في سبع من رمضان ثلاثمائة واثنين وستين هجرية واقام في القصر الذي بناه جوهر وخرج في اليوم الثاني لاستقبال مهنئه وعقب وصول الخليفة الفاطمي عزل جوهر السقل عن دووين مصر واختف جوهر عن الحياة فلم يعهد اليه الخليفة بمهمة جديدة حتى اذا ظهر خطر القرامطة في بلاد الشام وبتوا خطرا محدقا بالدولة استعانى المعز لدين اللهب قائده جوهر في سنة فلاثمائة واربعة وستين هجرية لدفع هذا الخطر ثم عاد الى الاختفاء ثانية وعندما توفي المعز عام 365 هجرية تولى الخلافة من بعده العزيز وفي عهده استولى افتكين من البويهيين علي دمشق وطرد حاكمها من قبل الفاطميين ريا الخادم وجعل الخطبة في بلاد الشام للخليفة العباسي بعد ان كانت للخليفة الفاطمي فقرر الخليفة العزيز ان يستعين بجوهر السقلي لاستعادة ملكه في الشام فخرج جوهر السقلي ليستعيد دمشق وحاصرها سبعة اشهر فارسل افتكين الى الحسين بن احمد من القرامطة لينضم اليه في قتال الفاطميين فاجابه وسار بجيش الى دمشق لما وجد جوهر نفسه امام جيشين جيش افتكين وجيش قرامطة فضل الرجوع الى مصر فما كان من افتكين والحسين القرمطي الا ان طمعوا في هزيمته فاتبعوه وتقابلوا عند مدينة للرمل في فلسطين فارسل جوهر الى الخليفة العزيز يطلب منه دعما عسكريا فخرج الخليفة العزيز باللهب نفسه في جيش عظيم استطاع به ان يهزم افتكين والقرامطة ويشتت شملهم ويستعيد بمشق سنة 368 هجرية وتوفي جوهر سنة 381 هجرية وقد قام العزيز بارسال الحنط والكفن للمتوفي فكفن في سبعين ثوبا ما بين مثقل وموشا بالذهب ثم صل عليه العزيز ودفن بالقرافة الكبرى وامر العزيز بترقية الحسين بن جوهر السقلي وجعله في رطبة ابيه ولقبه بالقائد ابن القائد ومكنه من جميع ما خلفه ابوه موسيقى